بكرة في يوم حكاية في الكورة احنا بالنسبة لعام الحكاية دي بتبقى في الكورة الناس اللي بتحب الكورة يعني بكرة في الكلاسيكو ريال مادريد وبرشلونا في الدولة الاسبانية من جانب وفيه منشستر سيتي وليفربول في الدولة الانجليزية من جانب اخر تعالوا نشوف موقف برشلونا وريال مادريد قبل هذه المجربة حتى نشوف موقف منشستر سيتي وليفربول المباراة هتبقى في انفيلد فنممكن نقول ليفربول ومنشستر سيتي تعالوا نشوف الأول برشورونا وريال مادريد برشورونا في المركز الأول في جدول الدوري الأسباني بـ 22 نقطة لعب 8 مباريات فاس في 7 وتعادل في واحدة ولم يخسر أي مباراة سجل 20 هدف واستقبل واحد هدف هدف واحد هدف فريق طبعا روبرت ليبانفاسكي والفريق أو روبرت ليبانفاسكي لعب 8 مباريات سجل 9 أهداف معدل طبعا رائع جدا وده الطبيعي إنسو فاتي هو الأكثر صناعي الأهداف في برشورونا 8 مباريات مباراة وحيدة كأساسي صنع فيهم 3 أهداف غيابات برشورونا طبعا حالكم عارفينها كلكم نالو أروخو وهكتور بليلين وكريستنسن وديباي دي أبرز غيابات برشورونا وكوندي رجع التدريبات بالمناسبة وغالبا هيشارك في المباراة بحسن ما أعلن شافة عن النزي مديل فني لفريق برشورونا مكسب عودة كوندي طبعا كوندي تعافى دي تصرحات تشافي مدارب برشورونا النهاردة قال إن كوندي تعافى من إصابته من نسبة 100% ومتاح لمواجهة ريال مادريد في الكلاسيكو سنحدد إذا كان سيدخل كأساسي أم لا لدينا العديد من الخطط لإيقاف خطورة فينيسيوس جونيور لكن قوة ريال مادريد ليست في فينيسيوس فقط بل لديهم كريم بنزيما وفالفيردي ورودريجو لذلك يجب علينا إيقاف ريال مادريد كمجموعة طبعا هو نسي كمان مودريتش وتوني كروس وكل اللعيبة العظيمة للفانو أحب خوض مباريات الكلاسيكو أمام ريال مادريد سواء كلاعب أو مدرب مثل هذه المباريات التي تجعلك تقيم وضعك طبعا هو كلاعب كان بيبهدلنا كوني يعني بشجع ريال مادريد على الجانب الآخر ريال مادريد في المركز الثاني بنفس رصيد برشورونا بالمناسبة 22 نقطة ولكن في الأهداف لصالح برشورونا لعب ثمان مباريات فاس في سبعة عادل في المباراة لم يخسر أي مباراة سجل 17 هدف واستقبل سبع أهداف هداف الفريق بنسيوس جونيون لعب ثمان مباريات وسجل خمس أهداف والأكثر صناعة للأهداف ديفيد ألابا لعب ثمان مباريات وصنع ثلاث أهداف أبرز طبعا غيابات ريال مادريد تيبو كورتوال حارس الكبير أفضل حارس في العالم حاليا وسيبايوس اللاعب الوسط الرائع جدا اللي كان بيستخدمه أنشوروتي في كثير مباريات كلعب بديل طبعا تيبو كورتوال أبرز يعني ودي تصحات أنشوروتي مدرب ريال مادريد قال إن تيبو كورتوال لن يتواجد في الكلاسيكو أمام برشورونا لكن حالته جيدة ونتوقع عودته سواء يوم الأربعاء أو بداية الأسبوع المقبل كلاسيكو العام الماضي لم أشاهد أي فيديو عنه هذا العام الأمور مختلفة سيكون هناك كلاسيكو آخر غدا نأمل فيه أن نلعب مباراة جيدة ونريد تقديم صورة جيدة لكنها ليست مباراة حياة أو موت إنها مباراة خاصة بالفعل لكن الموسم طويلت تبكي لتصرحات أنشوروتي الرجل الهادئ دون أي أزمات ترجمة نانسي قنقر